السلام عليكم ورحمة الله هنعمل النهار ده يا بنات كفتة الفراخ بالبرغل من نص فرخة سدر فرخة بس عملت الكمية الكبيرة اللي قدامكم دي البرغل يا بنات بعلي الإيمة الغذائية وطعمه ما بيبنش وبيبقى حلوة قوي يا بنات وزي ما انتم شايفين الكمية اللي طلعت قدامكم دي من نص فرخة من سدر فرخة وفرخة كمان يا بنات لا يتعدى النص كيلو جربها يا حبايبي بطريقتي كان نفسها حلوة قوي وكان طعمها حلوة قوي وبتطلع معايا كمية كبيرة بترمي معايا كمية كبيرة زي ما انتم شايفين شايفين الصباح بسم الله ما شاء الله كبير قد انتم ممكن تقطعوها صغير كمان ممكن تشوها على عين البوتوجاز ممكن في على الجريل ممكن في الفرن ممكن على شواف الفحم عادي زي ما انتم حابين كله شغال بسم الله انا معايا نص فرخة ده سدر فرخة ولو عايزين تشيله سدر وتحطه وركو لا يتعدى النص كيلو يا بنات بسم الله بفرموا في الكبه كده فرم ناعم واهم حاجة يا بنات ليت الخروف او دهن من عند الجزار بيخليها تحفى يا بنات وطرية وجوسي حطيت كده حوالي قطعتين حوالي خمسين جرام ودول بسلطين وقرنين فلفل احمر الفلفل احمر بيسكرها جدا طيب بالنسبة للبرغو يا بنات دي نص كباية زي ما انتم شايفين كده باسم الله نص كباية كبيرة ويبغمرها بس بالمية يا بنات لمدة عشر دايق ربع ساعة بغطيها بالمية المية مش اعلى منها يا بنات وعشر دايق ربع ساعة بصوا يا بنات حجمها بيبقى قد ايه البرغل رائع جدا جدا في كفتة الفراخ وكفتة اللحمة يا بنات وما بيبنش وفي بعض المطاعم بيحطوه يا بنات وما بيبنش خالص بس هو بيزاود الكمية وبيزيد حلاوة وطعامة حطت المكونات كلها على بعض ايدي الدهن والفلفل والبصل وفصين توم ونص الفرخة والبرغل وشوية البهارات الحلوين دول معلقة ملح صغيرة مليانة معلقتين بابريكا بيديها لون رائع فلفل اسود ورشة من 11 بوهار يا بنات وكل حاجة يا بنات انا بحطها بكميات بسيطة البوهارات علشان ما تضيع ليش طعم الكفتة بعد كده يا ريت بقى تعجنوها او عجنة كويسة او تفرموها يا بنات في الكبة يعني يا ريت ان امكن افرموها في الكبة طيب المكون اللي بيخلي قلبها هاش يا بنات ومخليها مفرغة من جوة البيكربونات السوديوم كل المطاعم يا بنات بحطوا بيكربونات السوديوم خطت نص معلقة صغيرة وما تكتروش نص معلقة صغيرة بس يا اما معلقة صغيرة مليانة من البيكنج بودة ورجعتي تاني فرمتها الافضل يا بنات عشان ما تشققش مني وحصبع بقى دي الحاجة اللي حاخد منها مسحة على ادية دي بصلاية خدت ميتة ومعلقتين من البابريكا ومعلقتين زيت بديل الزيت يا بنات السمنة البلدي يعني لو في معلقتين السمنة البلدي الكفتة دي بتبقى عالمية يعني هي من غير سمنة بلدي كانت حلوة وكمان بقى بالسمنة البلدي بتبقى نفسها رهيب فصنية كده أوصاق بسم الله ممكن تدخلوها التلاجة لكن هي ما كانتش محتاجة تلاجة والله ودي الأسياخ السيخ الحديد يا بنات أحلى من العصية الخشبية بيوزع الحرارة وبيطلع قلبها كله مستوي وهاش وبتبقى رائعة جدا يا بنات بسم الله دي طريقة تصبعها باخد قطعة كده بسم الله ما شاء الله شايفينه الصباح طالع عدقية بنات بس حاولوا ترفعوه ما تخلهوش تخين عشان تضمنوا أنه قلبه يبقى مستوي وطبعا باخد مسحة من البابركة والزيت أو السمنة البلدي وزي ما انتم شايفين بصبع عليها بتديني اللون الرائع ده بعد كده يا بنات طب أنا سوتها تحت الشواية سووها زي ما انتم عايزين على جريل على شواية على الفحم زي ما انتم عايزين وديتها على مرتين كده مسحتين بتخليها طريقة بتديها لمعة ولون حلوة قوي يا بنات عملتي كيس بقى مكارونا وشوية صلطة الطحينة شوية مخلل عملوا بقى صلطة صلطة قدار بالبنجر بتبقى روعة والاكلة دي تكفي خمس ستة انفار يا جماعة اكيلة كمان يعني بسم الله ما شاء الله كانت طعمة طعمة وحلوة حلاوة يا بنات اعملوها من وجهة نظري دي افضل طريقة لكفتة الفراخ بالبرغل يا حبابي ويا حبابي لو عجبكم الفيديو ادعموني بلايك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة